تم تحويل مسجد السوق اليونسي في مدينة صفد إلى متحف ومسجد الشعرة في صفد إلى كونسيا كنيس يهودي ومسجد عين الزيتون في صفد إلى حضيرة للماشية ومسجد الخالصة في صفد إلى متحف والمسجد الأحمر إلى قاعة للأفراح بداخلها منصة وغرفة خمور تتحول إلى ملها ليلي للمستوطنين وفي قيصرية البحر حول الاحتلال مسجدها الذي يطل على البحر الأبيض المتوسط حولها إلى خمارة ومطعم ومسجد الطاهر في طبرية إلى متحف ومسجد بئر السبع الكبير أيضا إلى متحف ومسجد العوينات في الجولان المحتل إلى حضيرة للأبقار ومسجد القلعة في باب الخليل بالقدس إلى متحف ومسجد أبي هريرة في قرية يبنى المهجرة قرب الرملة إلى كنيس صغير والمسجد العمري في قرية بيت جبرين قضاء الخليل أصبح يستخدم حضيرة للأبقار وتحول مسجد العباسية قضاء الرملة إلى كنيس يهودي ومسجد واد حنين قضاء الرملة إلى كنيس يهودي والاعتداءات على عظام أهلنا في مقابرنا في فلسطين وعلى قدسنا ومقدساتنا وخاصة المسجد الأقصى المبارك وباب الرحمة الذي أغلقوه وسيتحول إلى كنيس إن لم ننصره وإننا لناصره كما ويعتدون يوميا على أرضنا وحجارنا ورمالنا ومياهنا وأشجارنا وطيورنا وأسماكنا وبحارنا وأجوائنا وثرواتنا كل ما نملك مهدد ليس بالضم فقط بل بالهدم والاستباحة أيضا وانتبهوا أيها المسيحيون أيضا أن الرئيس أردوغان رفع قدر وكرامة كنيستنا أجيا صوفية من متحف تدوسه أقدام الأمم إلى عظمة ومحبة واحترام وتقدير جامع يسبح فيه اسم الله ويمجد